أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن المؤشرات الحالية لحركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الدور الحيوي الذي تلعبه قناة السويس لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد رغم التحديات العالمية الراهنة وكشف رئيس الهيئة أن عائدات القناة شهدت ارتفاعا ملحوظا رغم التحديات المختلفة وتشير التوقعات إلى أن إرادات القناة ستقترب من 7 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2022